اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولاً بأول ممثل موهوب أبدع بأدوار عديدة في تسعينيات القرن الماضي وترك بصمته الخاصة في عدد من الأعمال الدرامية كثيرة هي المتغيرات التي حاولت إطفاء بريق شهرته إلا أنه ظل متمسكاً بمهنته ودافع عن اسمه بموهبته أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب وهذه هي قصة حياة النجم المصري أحمد عبد العزيز ولد أحمد عبد العزيز في مدينة الإسكندرية في الثلاثين من شهر كانون الأول ديسمبر عام 1955 وعلى الرغم من أن أصله من مدينة المنوفية إلا أنه عاش حياته في حي شبرى بالقاهرة حين كان في المرحلة الدراسية قام أحمد بتكوين فرقة للتمثيل مع زملائه في المدرسة وقدموا معاً العديد من العروض المسرحية الجيدة وبالرغم من تعلقه الشديد بالفن إلا أنه التحق بكلية التجارة وهناك بدأ بالمشاركة في مسرح الجامعة لتقديم عدد من المسرحيات خلال تلك الفترة تميز أحمد عبد العزيز عن باقي زملائه بموهبته وآدائه الرائعين وبدأ يشارك معهم في عروض في مختلف مناطق مصر وبعد تخرجه من كلية التجارة قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية تم تعيين أحمد عبد العزيز من قبل وزارة الثقافة في مسرح الطليعة وهناك قدم عدة مسرحيات مثل مأساة الحلاج والواغش وبعد ذلك بدأت مشاركاته تتوسع في السينما والتلفزيون خاصة أنه لفت الأنظار إليه في مسلسل باقي من الزمن ساعة إن البطولة الأولى لأحمد عبد العزيز في السينما كانت من خلال فيلم الوداع يا بوناب بارت مع المخرج يوسف شاهين وبعد سنة شارك مع شريهان في فيلم الطوق والإسورة شارك أحمد عبد العزيز مع كبار نجوم الدراما المصرية في عدد من الأفلام والمسلسلات حيث شارك في فيلم حارة برجوان مع نبيل عبيد ومع يحيى الفخراني في فيلم باب الحبيبتي في عام 1994 شارك مع نادي الجندي في فيلم الجاسوسة حكمة فهمي حيث جسد من خلال الفيلم شخصية الرئيس الراحل أنوار السادات وصرح لاحقا بأنه كان ضد السادات حين كان طالبا جامعيا إلا أنه غير موقفه اتجاهه بعد اغتياله يبلغ الرصيد السينمائي لأحمد عبد العزيز حوالي 40 فيلما وبالرغم من ذلك فقد كان يركز في مشاركاته على الدراما التلفزيونية خلال مسيرته الفنية قدم أحمد عبد العزيز عددا كبيرا من الأعمال التلفزيونية الناجحة مثل ذئاب الجبل المال والبنون البحار مندي السيرة الهلالية حارة المحروسة وغيرها عمل هذا الممثل الموهوب مع عدة فنانات مصريات مثل جيهان نصر حنان ترك نيرمين الفقي وشيرين سيف النصر وكان النجاح دائما حليفة أي ممثلة تشاركه في أعماله لقد لمع اسم أحمد عبد العزيز في تسعينيات القرن الماضي لكن مع ظهور جيل جديد من الفنانين ومع زيادة اعتماد الناس على الانترنت بدأ هذا الممثل يفقد بريق شهرته شيئا فشيئا خاصة مع وجود نقلة نوعية في الأعمال الدرامية بدأ أحمد عبد العزيز بالانسحاب تدريجيا من الوسط الفني فشغل منصب مدير المسرح الكوميدي لسنة واحدة قبل أن يعلن استقالته ونذكر أنه شارك في إخراج 25 عملا مسرحيا في مصر في عام 2011 ظهر أحمد عبد العزيز مجددا على الساحة الفنية حيث شارك في مسلسل أريد رجلا إلا أنه لم يواكب تطورات مهنة التمثيل وظل متمسكا بأسلوبه القديم وبعد ذلك حقق نجاحا كبيرا في مسلسل الأب الروحي وقد شارك في تصوير مسلسل كلبش بجزئه الثالث أما عن حياته الشخصية فيميل أحمد عبد العزيز لإبقاء تفاصيل حياته الزوجية بعيدا عن الأضواء حيث يعيش بهدوء مع زوجته وأولاده لقد تزوج من الكاتبة الصحافية دينا شرف الدين ورزق منها بثلاث أبناء هم أميرة ومحمد ويوسف تصفه زوجته بالزوج الديمقراطي فهو لا يفرض آراءه عليها بل يتبع معها أسلوب النقاش كما إنه يستشيرها في قراراته ويجعلها تقرأ معه سيناريوهات الأعمال التي تعرض عليه أثناء ثورة يناير في مصر عام 2011 قال أحمد عبد العزيز أنه باع بعض أثاث منزله كي يحصل على المال ليوفر حاجات أسرته ففي تلك الفترة لم يكن يشارك في أي عمل فني كما إنه تعرض لوعكة صحية في ذلك الوقت فقد عانى من انسداد في الشرايين وعلى إثره قام بعملية تركيب دعامات للقلب في أحد اللقاءات الصحافية قال أحمد عبد العزيز أنه فكر في الاعتزال لمرات عديدة حيث شرح بأنه لم يصل إلى المرتبة التي سعى للوصول إليها كما قال أن التمثيل قد خسر عمالقته وكبار نجومه مثل محمد جلال عبد القوي، أسامى عكاشا، ومحفوظ عبد الرحمن قد لا يكون أحمد عبد العزيز من أوسم الممثلين المصريين إلا أن لشخصيته طابع خاص يميزه عن غيره من الفنانين كما إنه يتمتع بموهبة ذهبية تجعله محط أنظار الجميع في كل عمل يقوم به